السلام عليكم في الرحمن الرحيم السلام عليكم في الرحبون الأعزاء بجمعة الجميع الزكية أهلا بكم بالمحاضرة الخامسة للمنهج الخاص بالمقرر الدراسي Introduction to Economics مدخل إلى علم الاقتصاد والتي تتحدث عن الالستيستي أو المرونة أول حاجة عايزين أعرفها يعني إيه هي المرونة أو ما المقصود بالمرونة أو الالستيستي الالستيستي يعني مرونة الالستيستي بتاعها هو الالستيستي ده ممكن يكون يعني إيه بقى باللغة العربية بنقول إن الالستيستي اللي هي المرونة هي التغير فيه الكمية الالستيستي نتيجة تغير متغير آخر المتغير الآخر ده ممكن يكون ساعد السلعة نفسها أو ساعد السلعة تانية أو الدخل يبقى تاني الالستيستي هو التغير فيه الكمية نتيجة تغير متغير آخر طب يعني برضو ليه اسمعها مرونة لإن هي بتشوف مدى مرونة رد فعل التغير في الكمية أو رد فعل الكمية على تغير أي متغير تاني يعني بنشوف لما المتغير التاني ده تغير الكمية استجابت للتغير في المتغير ده وتغيرت بقى ده إيه هي ده المرونة لو تغيرت بحجم كبير أو برقم كبير يبقى هي مرنة وعندها مرونة كبيرة بتستجيب بشكل كبير للتغير في المتغيرات الأخرى ولكن لو المرونة لقيتها صغيرة يعني معناها أن هي بتتغير بشكل طفيف أو قليل بالنسبة للتغير في المتغير اللي تغير ده معنى المرونة أو الإلستيستي بشكل عين الـ types of elasticity أنواع المرونة نوعين elasticity of demand مرونة الطلب elasticity of supply مرونة العرض احنا فهمنا من المحاضرات اللي فاتت أن احنا عندنا عرض وطلب فالمرونة هنا نوعين مرونة الطلب ومرونة العرض أول حاجة هناخدها وهي elasticity of demand مرونة الطلب مرونة الطلب بتنقسم لثلاث أنواع يبقى المرونة بشكل عين بتنقسم لنوعين مرونة طلب elasticity of demand ومرونة عرض elasticity of supply مرونة الطلب اللي هي elasticity of demand بتنقسم ليه ثلاث أنواع price elasticity price elasticity احنا قلنا المرونة معناها التغير في الكمية نتيجة تغير متغير آخر فهنا price elasticity يبقى هنا price elasticity معناها التغير في الكمية نتيجة تغير سعر السلعة تاني نوع cross elasticity ده التغير في الكمية نتيجة تغير سعر السلعة الأخرى احنا خدنا السلعة الأخرى دي في المحاضرة بتاعة demand او محاضرة بتاعة الطلب قلنا ان السلعة الأخرى دي اما substitute يعني بذيل او complement يعني مكمل income elasticity بنقيس فيها تغير الكمية تغيرها تقدي ايه نتيجة تغير الدخل يبقى ال elasticity بشكل عام بتقيس التغير في الكمية نتيجة تغير اي متغير آخر أنواع ال elasticity نوعين elasticity of demand elasticity of supply او النوع elasticity of demand انواعه ثلاث أنواع price elasticity اللي هو تغير الكمية نتيجة تغير ال price او السعر تاني نوع cross elasticity اللي هو تغير الكمية نتيجة تغير سعر السلعة الأخرى ثلاثة income elasticity تغير الكمية نتيجة تغير ال income او الدخل هنبدأ نتكلم على اول نوع بالتفصيل وهو price elasticity of demand لو بصينا كده على الفجر ده او على الشكل ده هنلاقي اني لما supply زاد اوكي حصل ايه حصل اني انا عندي large decrease in the price level small increase free quantity لما supply زاد نتج عنه اني حصل انخفاض كبير في الاسعار الاسعار نزلت من عشرين لخمسة ونتيجة تغير السعر بشكل كبير احنا قلنا ان quantity demand الكمية المطلوبة وال price او السعر بينهم علاقة عكسية من المحاضرة بتاعة ال demand او الطلب فلما السعر هنا قل بكمية كبيرة جدا من عشرين لعشرة الكمية زادت بحاجة صغيرة من عشر لتلاتاشر طب ده ليه على عكس لو بصينا على الفجر او المنحنة ده لما السعر قل بحاجة بسيطة من عشرين لخمستاشر الكمية المطلوبة زادت من عشر لسبعتاشر يعني لما السعر قل من عشر لخمستاشر بخمسة الكمية المطلوبة زادت بسبعة طب ده برضو ليه ده نتيجة المرونة المرونة اللي هي measure the responsiveness to change in the quantity demanded due to change in the price level when other factors or influences are constant المرونة الطلب السعرية price elasticity of demand بتقيس التغير او مدى استجابة الكمية المطلوبة نتيجة تغير سعر السلعة عند سبات او عند بقاء العوامل الاخرى ثابتة يعني لو السعر تغير بتاع السلعة الكمية المطلوبة من السلعة هتقل بقد ايها وتتغير بقد ايه يعني لو السعر زاد الكمية المطلوبة هتقل بقد ايه ولو السعر أقل الكمية المطلوبة هتزيد بقد إيه؟ اللي بتقولي ده المرونة المرونة بتقيس مدى استجابة الكمية المطلوبة للتغير في السعر عند بقاء العوامل الأخرى على حالها هو ده price elasticity of demand أو مرونة الطلب السعرية طيب يبقى كده احنا اخدنا لغاية دلوقتي يعني ايه مرونة بشكل عام؟ هي مدى استجابة الكمية لتغير اي متغير من المتغيرات أنواع الـ elasticity بشكل عام elasticity of demand مرونة طلب elasticity of supply مرونة عارض أول نوع لواء elasticity of demand مرونة الطلب بتنقسم لتلات أنواع أول حاجة price elasticity of demand price elasticity يعني التغير فيه الكمية المطلوبة نتيجة تغير سعر السلع وcross elasticity وآخر نوع income elasticity of demand هنأخد أول نوع بالتفصيل من الـ elasticity of demand اللي هو price elasticity of demand أخدنا معناه هو ايه بيقيس ايه بتقيس ايه مرونة الطلب السعرية أو price elasticity of demand الـ responsiveness of change in the quantity demanded the change in the price level when other factors are constant بتقيس التغير او مدى استجابة الكمية المطلوبة للتغير في السعر يعني لو السعر زاد الكمية المطلوبة هتقل بقدي ايه او لعكس صحيح عند ثبات العامل الأخرى ده اللي بتقوله المرونة طب هو المرونة أنا بحسبها ازاي المرونة أنا عندي الـ ED اللي هي price elasticity of demand اللي هي المرونة الطلب السعرية بتساوي المثلث ده اسمه دلتا او اسمه التغير او الـ percent change فهنا الـ change يعني فهنا الـ percent تعلمت الـ percent change المثلث in the quantity demand الـ QD مقصومة على الـ percent change in price level يبقى ده القانون بتاع الـ elasticity of demand الـ price elasticity of demand هو الـ percent change بتاع الـ quantity demand فوق طب او هي quantity demand انا بقيس تغيرها بالنسبة لإيه للسعر يبقى في المقام تحت هحط الـ percent change في الـ price طيب الـ percent change في الـ quantity demand بتتأسس ازاي بيجيب الـ quantity demand التغير في الـ quantity demand يعني مسلا الـ Q2 نقص الـ Q1 مقصومة على الـ quantity demand average الـ average ان انا بجيب مجموع الـ كمياتين واقسمهم على اتنين على عددهم نفس الطريقة الـ percent change في الـ price هو التغير في السعر تمام اللي هو ده التعبيب بطرح السعرين واقسمهم على عايز الـ price average اللي هو مجموع السعرين على عددهم نيجي نشوف مديني هنا بيقول لي اني using the following data استخدم الـ data اللي قدامك دي عشان تحسب الماد بوينت فورملا عايز بالـ الماد بوينت فورملا اللي هي القانون بتاعها يعني اللي هو الـ percent change in the quantity demand divided او مقصومة على التغير ايه التغير في السعر الـ percent change in the price طيب احنا عايزين نجيب الـ percent change in the quantity demand الاول اللي هو عبارة عن ايه اللي هو عبارة عن مجموع الكميتين اه سوري الـ percent change اللي هو بطرح الكميتين من بعض خلاص واشوف الكميتين اللي عندي 11 و 9 يبقى 11 ناقص التسعة فيها اللي اتنين يبقى انا جبت الايه اللي فوق طيب هو عايز اه 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 طب الكيو افرج بجيب الكميتين واقسمهم على اتنين فانا عندي الكيو افرج اللي هو التسعة زائر الـ 11 على الاتنين هجديني عشرة يبقى انا جبت التغير في اللي هي الـ 11 ناقص تسعة اللي هي مجموع الكيو الكيو دي او كميتين على اتنين تسعة زائر 11 تمام اللي هي تسعة وحداشر تلاتين اسمتو اه سوري تسعة زائر حداشر جبتهم خلاص مجموحهم هقسمهم على اتنين طلعلي الـ 10 هقسم بقى التغير في الكيو دي على الكيو افرج هجيب الـ 20% يبقى انا جبت خلاص الباص فضل المقام اللي هو الـ يعبار عن التغير في الساعد مقصومة على الكيو على التغير في الساعد يعني ايه تغير في الساعد التغير في الساعد يعني انا بطرح الـ 20.5 من الـ 19.5 فيها الـ 1 الـ بجمع الساعدين على 2 يعني 20.5 زي 19.5 اقسمهم على 2 هيديني 20 هقسم التغير في الساعد اللي هو واحد على المتوسط الأفرج متوسط متوسط الساعد اللي هو 20 وانضربها في 100 هيطلعلي 5 في المية يبقى انا جده جبت الـ 20 في المية هقسمها على 5 في المية هيطلعلي 4 يبقى هنا المرونة ب4 يعني ايه المرونة ب4 يعني ان 1% increase in the price will decrease the quantity demand by 4 برس طبعا هنا demand فلو price زاد لو الاسعار زاد الكمية المطلوبة هتقل او لو الاسعار قلت الكمية المطلوبة هتزيد في علاقة عكسية فهنا معناه اني لو السعر زاد ب1% الكمية المطلوبة هتقل ب4% يبقى المرونة هنا قالتلي ايه استجابة الكمية المطلوبة للتغير في السعر فلو السعر زاد ب1% الكمية المطلوبة هتقل ب4% او ممكن نقول او يجي يقول لي مثلا في اختيارات معناها ان لو السعر زاد ب10% الكمية المطلوبة هتقل مش هنا 10 يعني ضرب في 10 هترب في 10 ال4 ب40% اوكي يبقى لو قال لي لو السعر زاد ب1% يبقى الكمية المطلوبة هتقل ب4% لكن لو قال لي لو السعر زاد ب10% هترب دي في 10 يبقى الكمية المطلوبة قالت ب40% تمام يبقى كده اخدنا معنا الالاستيستي بشكل عام والالاستيستي معين الالاستيستي في ديماند الالاستيستي في سابلاي الالاستيستي في ديماند ثلاثة انواع Price الالاستيستي Cross الالاستيستي Income الالاستيستي الPrice الالاستيستي معناها التغير في الكمية المطلوبة نتيجة التغير سعر السلع بحسبها ازاي البرسنت تشينج ان الكيو دي التغير المنسبة المقوية للتغير مقسومة على النسبة المقوية للتغير في السعر البرسنت تشينج في الكوانتي ديماند اللي هو اللي فوق ده بيتجاب ازاي على مرحلتين بجيب التغير في الكمية المطلوبة الكيو دي التغير دلتا يعني بطرح التغير يعني لو الكمية 11 و 9 هتراحهم من بعدها يطلع لتنين الكيو افريج او متوسط الكمية المطلوبة بجمع الكميتين وقسمهم على اتنين يعني التسعة زائد 11 وقسمها على اتنين اوكي بعد كده بقسم الكيو التغير في الكمية المطلوبة على متوسط الكمية المطلوبة واضربهم في 100 هتراحهم من بعدها نفس الكلام في السعر لو جبت التغير في السعر وانا عندي تسعرين 19.5 و 20.5 هتراحهم من بعد يعني الى 20.5 نقص 19.5 هيطلع لي واحد المتوسط ان انا بجيب مجموع السعرين يعني الى 20.5 زائد 19.5 جبتهم اقسمهم على اتنين جبت التغير في السعر وجبت متوسط السعر هقسمهم على بعض واحدة على عشرين واضربهم في مية هيطلع لي البرسنت تشينجي في البرايس هقسم البرسنت تشينجي في الكوانتتي او سواء ازاي انا بحسبها طيب ايه انواع بقى ايه انواع مرونة الطلب السعرية احنا اخدنا اول حاجة معناها بعد كده اخدنا ازاي نحسب مرونة الطلب السعرية دلوقتي بناخد ايه انواع مرونة الطلب السعرية عندنا حوالي خمس انواع اول نوع انا احطاهم في صورة ان احنا انفقار ما بينه اول نوع يونت الاستك يونت الاستك يعني بالعربي متكافئ المرونة متكافئ المرونة يعني التغير في الكمية المطلوبة بيساوي التغير في السعر يعني لو السعر زاد بواحد في المية الكمية المطلوبة هتقل بواحد في المية تمام ده متكافئ المرونة المتكافئ المرونة معناها ان التغير في الكمية المطلوبة بتساوي التغير في السعر يعني لو السعر زيت بواحد في المية الكمية المطلوبة هتقل بواحد في المية في علاقة عكسية ناخد بنا يعني الـ price elasticity of demand هنا بتساوي الواحد يعني لو قسمت التغير على الكمية المطلوبة على التغير في السعر وهما الاتنين بيساوي بعض هيدين خارج الاسمة واحد يعني لو التغير في الكمية المطلوبة طالع عشرين والتغير في السعر طالع عشرين أسمت عشرين على عشرين فيها الواحد فعلى طول ان لما بيبقى الـ elasticity unit elastic او متكافئ المرونة معناها ان الـ elasticity of demand بواحد ان التغير في الكمية المطلوبة بتساوي التغير في السعر تمام؟ وبيكون شكل المنحنى عامل كده تاني نوع الـ elastic demand elastic demand اللي هو معانيها ان الطلب منحنى الطلب مرن يعني ايه مرن؟ يعني التغير في الكمية المطلوبة بتكون أكبر من التغير في السعر فبتكون الـ elasticity of demand الـ elasticity of demand اكبر من الواحد وبيكون المنحنى مرن كده ده زي ايه؟ زي الـ luxury او luxurious goods السلع بتاعة الرفاهية سلع الرفاهية اي حاجة مثلا نقول ايفون 14 pro max مثلا سعره زاد عن ما اول ما نزل مثلا يعني على سبيل المثال ودي سلع رفاهة يعني ايه سلع رفاهية؟ يعني انت مش لازم ان انت تجيبه فبالتالي لو سعر السلع دي زاد الكمية المطلوبة هتستجيب زيادة في السعر دي بتاعة أسعار سلع الرفاهية وتقل قوي يعني مرانتها كبيرة قوي يبقى معناها ان لو السعر مثلا زاد بـ 5% خلاص الكمية المطلوبة هتقل بـ 20% فحيكون الاستجابة للتغير في الكمية المطلوبة كبيرة عشان كده الالاستيستيوب ديماند لما بتكون الاستيك الاستيك معناها ان التغير في الكمية المطلوبة اكبر من التغير في السعر زي ما قلت اني مثلا لو السعر زاد بـ 10% او زاد بـ 5% الكمية المطلوبة هتقل بـ 20% فدي ده التغير في الكمية المطلوبة 20% اكبر من التغير في السعر فطبعا النمرونت الطلب السعرية هتكون اكبر من 1% لو انا عندي الاستيك ديماند لأكبر من 1% لو اسمت زي ما بقول لكم الـ 20% على الخمسة هتطلع بـ 25% على الخمسة هتطلع بـ 4% فمعناها ان هي اهيت اكبر من 1% الـ 4% اكبر من 1% وبيبقى مارن مثال على كده الـ Luxurious Goods او الـ Luxury Goods اللي هي سلع الرفوها لو سلع الرفوها اسعارها زادت الناس هتستجيب لكده وتقلل من الاستهلاكها لها بشكل كبير خلاص تالت نوع الـ Enelastic Demand احنا اخذنا اول نوع متكافئ المرونة هيونة الاستيك تاني نوع Elastic Demand مارن تالت نوع Enelastic Demand غير مارن الـ Enelastic ده معناه ايه؟ معناه ان التغير في الكمية المطلوبة بيكون اقل من السعر وبتكون الـ Elasticity of Demand تمام؟ اقل من الواحد وبيكون اهو غير مارن اهو التغير في الكمية المطلوبة اقل من التغير في السعر بصوا الكمية المطلوبة تغيرت بقى ديه لكن السعر او تغير بكل ده ده في ايه؟ في الـ Necessary Goods في السلع الاساسية زي مثلا الـ Bread او العيش العيش يا شباب لو سعر العيش زاد قوي الناس برضو هتفضل انها تشتري عيش بس مثلا بلد ما بتجيب في اليوم عشرة عيش هتجيب في اليوم تسعة عشان سعره زاد شوية ولكن مش هتقدر انها تقل من الكمية المطلوبة من العيش قوي تمام؟ او ان هي ما تجيبش عيش لا هي هتستجد التغير في السعر انها تقل لكمية المطلوبة شوية صغيرة ولكن السل هتفضل تطلبها تمام؟ يبقى الـ In Elastic Demand معناها ان الطلب غير مرن غير مرن يعني ايه؟ يعني لو السعر تغير الكمية المطلوبة مش بتستجيب بشكل كبير للتغير في السعر يعني التغير في الكمية المطلوبة بيكون اقل من التغير في السعر الـ Elasticity of Demand اقل من الواحد وده في النساء يبقى تاني اخذنا للغاية دلوقتي الطلب للمرونة الطلب السعرية ايه هي انواع او المرونة الطلب السعرية هما خامسا متكافئ المرونة معناه ان تغير في الكمية المطلوبة يعني الـ Elasticity of Demand او مرونة الطلب السعرية بتكون بتسوي الواحد تاني نوع وبيكون فيه التغير في الكمية المطلوبة اكبر من التغير في السعر يعني مرونة الطلب السعرية أكبر من الواحد وده فين في اللاكتشري جودز اللي هي السلع بتاعة الرفاهية فبيكون إن التغير في الكمية المطلوبة أكبر من التغير في السعر بيبقى فيه مرونة عالية ثالث نوع غير مرين إن إلاستيك معناه إن التغير فيه الكمية المطلوبة أقل من التغير في السعر وبيكون الإلاستيسي أوف ديماند أو مرونة الطلب السعرية أقل من الواحد وده في النساسري جودز إن مهما السعر زاد الكمية المطلوبة حتقل بحاجة بسيطة قوي يعني لو السعر زاد 25% الكمية المطلوبة حتقل مثلا الكمية المطلوبة حتقل بحاجة في المية فالتغير في السعر أقوى 20% أكبر من التغير في الكمية المطلوبة لحاجة في المية لأن دي سلع أساسية أنا ما أقدرش إن أنا أقلل من استهلاكي منها بشكل كبير رابع نوع وهو بيرفكلي إلاستيك ديماند بيرفكلي إلاستيك ديماند معناها لانهائي المنونة يعني إيه لانهائي المنونة؟ إن لو السعر تغير بواحد في المية الكمية المطلوبة هتتغير بلا نهائي اللي هو اللي هي الإنفينيتي علامة الإنفينيتي دي لانهائي ده زي إيه؟ زي مثلا في السلع المتشبهة الهوموجينيوس زي مثلا إيه؟ زي الخضار إن مثلا البسلة والبامية لو سعر البامية زاد بواحد في المية الناس مش هتشتري بامية خالص يعني الكمية المطلوبة من البامية هتبقى بسفر تمام؟ ويتروح تشتري مثلا البسلة أو أي نوع تاني فده المقصود وبيكون المنحنة بتاع الطلب هوريزنتل أو بيكون أفكي يبقى يعني إيه؟ بيرفكلي إلاستيك ديمان معانيها إن لو السعر تغير بواحد في المية الكمية المطلوبة هتتغير بإنفينيتي لا نهائية يعني إيه؟ يعني لو أنا ده موجود فين؟ موجود في السلع المتشبهة أو المتجنسة لو سعر الحاجة دي زادت بواحد الكمية المطلوبة منها هتقوم بالسفر خلاص فعشان كده الإلاستيك أو ديماند بتكون لا نهائية أو إنفينيتي إلى عكس موجود في بيرفكلي إلاستيك ديماند ناخد بنا من إيه؟ يعني من كل في كل النوع أنا بقول حاجات مهمة بقول هو الديفنيشن بتاعه إيه؟ أو التعريف إيه؟ خلاص لو مين أكبر من مين؟ التغير في السعر والتغير في الكمية الإلاستيك بتبقى قد إيه؟ شكل منحنا الطلب بيبقى عامل إزاي؟ ولو فيه مثال فآخر نوع بيرفكلي إلاستيك ديماند لا نهائي عدم المرونة أو مثلا عديم المرونة وده بتكون عديم مرونة يعني البرائز إلاستيك ديماند أو مرونة الطلب السعرية بتكون بالسفر معناها إن لو السعر تغير بواحد في المية الكمية المطلوبة مش هتتغير خالص عشان كده بيكون منحنا الطلب بيكون رأسي تمام؟ يعني بصوا الأسعار أهي؟ عند ستة مثلا السعر ستة الكمية سبتة وقفة عند اتناشر الكمية سبتة وقفة فالإلاستيك بسفر يعني ده زي إيه؟ مثال على كده الأدوية الأدوية يا شباب أنت مثلا لك علاج شهري علبة دواء في الشهر هي علبة الدواء لو علبة الدواء سعرها زاد أنت هتشتري علبة واحدة برضي لو علبة الدواء سعرها أقل مثلا وفرد مثلا الصيدلية عملت سيل أنت مش هتشتري علبتين للشهر هي برضو أنت محتاج علبة دواء واحدة فهتشتري واحدة بس فمعما السعر تغير التغير في الكمية المطلوبة بيكون بالسفر يعني الكمية المطلوبة بتكون سبتة وعشان كده ده اسمه عديم المرونة أن الكمية المطلوبة مش بتستجيب لأي تغير في السعر فبيكون لو حصل تغير في السعر بواحد الكمية المطلوبة التغير فيها بيكون بالسفر والإلاستيسي أوف ديماند أو مرونة الطلب السعرية بتكون بالسفر وبيكون منحنى الطلب رأسي يبقى تاني نلخص اللي أنا قلته الغاية دلوقتي قلنا معنى الإلاستيستي أو المرونة هي بتقيس مدى استجابة التغير في الكمية المطلوبة نتيجة متغير آخر فأخذنا أن المرونة دي نوعين مرونة الطلب مرونة عرض مرونة الطلب قلنا أن هي مرونة الطلب ومرونة العرض مرونة الطلب أول حاجة دي بتقيس التغير في الكمية المطلوبة طيب نتيجة لايه فأنا عندي 3 أنواع من السيستي أو المرونة 1- الـ برايس السيستي أو المرونة 2- كراس السيستي أو المرونة الطلب التقاطعية 3- إمقام السيستي أو المرونة المرونة الدخل تمام هناخد أول نوع أخدناه وهو price elasticity of demand مرونة الطلب السعرية الديفنيشن بتاعها ايه او تعريفها ايه اسمها price صح يبقى بتقيس التغير في الكمية المطلوبة نتيجة التغير في سعر السلعة قانونها ايه احنا على طول فوق النسبة المقوية للتغير في الكمية المطلوبة الpercent change in the quantity demand مقسومة على تحت المتغير اللي بيتغير فهنا price elasticity يبقى تحت التغير في ال price وعرفنا ازاي نحسبها بعد كده اخدنا طيب اخدنا تعريف مرونة الطلب السعرية اخدنا ازاي نحسبها والقانون بتاعها ويعني ايه متوسط ازاي بحسب متوسط الطلب وازاي بحسب التغير في الكمية المطلوبة بعد كده اخدنا ايه الانواع بتاعة مرونة الطلب السعرية هم خمسة اول نوع اللي هو بيقولي elastic marine بيكون التغير في الكمية المطلوبة اعلى من التغير في السعر وده موجود في سلع الرفاهية وبتكون المرونة اكبر من الواحد واثنين اللي هو in elastic غير marine وده موجود بيكون في السلع الاساسية اللي هو in necessary good او الضرورية زي العيش فبيكون فيها التغير في السعر اكبر من التغير في الكمية المطلوبة ثالث نوع unit elastic متكافئ المرونة وهنا بيكون التغير في الكمية المطلوبة بيساوي التغير في السعر يعني لو السعر زيت بواحد الكمية المطلوبة هتقل بواحد وبيكون مرونة الطلب السعرية بتساوي الواحد رابع نوع perfectly elastic demand منحنة طلب لا نهائي المرونة معناها ان لو السعر تغير بواحد في المية الكمية المطلوبة هتتغير بـ infinity او لا نهائية وبيكون مرونة الطلب السعرية هنا infinity او لا نهائية وبيكون شكل المنحنة افكي اخر نوع وهو perfectly in elastic demand عديم المرونة اني معناها ان لو السعر تغير الكمية المطلوبة التغير بتاعها هيكون بـ 0 الكمية المطلوبة هتفضل سبتة والإلاستيسي أوف ديماند او مرونة الطلب السعرية بتساوي السف وبيكون منحنة الطلب افكي ايجي الكمية سبتة عند اي سعر موجود وده موجود في lifestyle drugs او اللي هي الادوية يعني مهما السعر بتاع الدواء اتغير انت محتاجة علبة واحدة هتشتري علبة واحدة سواء السعر ده زاد او السعر قل فالتغير في الكمية بيساوي السف الكمية بتفضل سبتة مهما السعر اتغير وهو ده الانواع بتاعة مرونة الطلب السعرية الطلب مش هل احنا اهو اخدنا منحنة الطلب اهو طول منحنة الطلب انواع المرونة بتتغير يعني ايه يعني لو انا عندي اهو السعر فهنا اهو بيقول لي برايس الاستيستي فايز خلاص يعني المرونة الطلب السعرية بتتغير على طول منحنة الطلب فلو انا عندي في النص هنا لو انا السعر الجزء اللي فوق ده بيكون عندي الديماند الاستيك اخدنا الاستيك يعني ايه يعني يعني التغير في الكمية المطلوبة بيكون اعلى من التغير في السعر والمرونة الطلب السعرية بتكون اكبر من الواحد في النص بيكون متكافئ المرونة يونت الاستيك يعني التغير في السعر بيساوي التغير في الكمية المطلوبة والمرونة الطلب السعرية بتساوي واحد بيلو او الجزء اللي تحت ده بيكون ان الاستيك او غير مرن يعني التغير في الكمية المطلوبة بيكون اقل من التغير في السعر والمرونة الطلب السعرية بتكون اقل من الواحد يبقى تاني يبقى مرونة الطلب السعرية بتختلف على طول منحنة الطلب الجزء اللي فوق بيكون الستيك يعني المرونة اكبر من الواحد يعني التغير في الكمية اكبر من التغير في السعر اللي في النص بيكون يونة الستيك متكافئ المرونة يعني المرونة بتساوي الواحد يعني التغير في السعر بيساوي التغير في الكمية اللي تحت ده أو بيلوه بيكون إن إلاستيغ غير ملن يعني التغير في الكمية أقل من التغير في السعر وبيكون المرونة أقل من الواحد يبقى اللي فوق أكبر من الواحد ملن في النص بيساوي واحد متكافئ مرونة اللي تحت بيكون غير ملن أقل من الواحد يبقى كده اخدنا كمان ان على طول المنحنة الطلب المرونة بتتغير بعد كده بناخد يبقى احنا اخدنا لغاية دلوقتي في مرونة الطلب السعرية واحد ايه تعرفها اتنين ايه ازاي انا بحسبها ويعني ايه حسبها تلاتة ايه هي انواعها اربعة اني انواع دي على طول المنحنة الطلب بتتغير لو فوق الجزء اللي فوق بيبقى مرن اكبر من واحد المرونة في النص بيبقى متكافئ المرونة المرونة بواحد تحت بيكون غير مرن المرونة اقل من الواحد اخر حاجة في النقطة دي او النقطة رقم خمسة ايه العوامل اللي بتأثر على مرونة الطلب السعرية تلاتة عوامل اول حاجة ودي بتكون علاقة طردية يعني ايه لو انا عندي سلع بديلة قريبة قوي كل ما بيبقى فيه سلع بديلة قريبة كل ما المرونة بتزيد يعني لو انا دا زي في اللاججيريس جود او سلع الرفاها اني لو انا عندي بدائل كتيرة خلاص كل ما انا حرد على ككمية مطلوبة على التغير في السعر بشكل كبير زي مثلا زي ما قلتلكو في اي حاجة اا 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 اني لو سعر المسلا انا عندي موبايل ايفون وموبايل سامسونج مثلا يعني مجازة هنقول انه عين اا 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 قريبين من بعض فلو سعر واحد منهم زاد قوي خلاص الكمية المطلوبة من الموبايل دا هتقل بشكل كبير قوي وحتستجيب بشكل كبير ليه عشان الناس هتروح تشتري الموبايل التاني البديل الارخص فلو انا عندي حاجتين خلاص سبستيتيوت او بدائل لو سعر واحدة زاد هيتم الاستجابة لها بشكل كبير وهقلل من الكمية المطلوبة منها فكل ما زاد او كل ما او البدائل كل ما زادت المرونة تاني فاكتور الجزء من الدخل اللي بيتصرف على السلعة كل ما كان الدخل اكبر كل ما المرونة هتبقى اكبر لان لو سعر السلعة زاد تمام فنت هتضطر ان انت تدفع اكتر السلعة فهتقلل من الدخل بتاع هتقلل سوري من المرونة بتاعتك وهيبقى في استجابة كبيرة اخر حاجة انا لو كل ما بقى عندي وقت ان انا ارد على التغير في السلعة كل ما هيبقى عندي مرونة. يعني لو السعر زاد كل ما الوقت هيزيد كل ما هلاحظ ان الكمية المطلوبة بتقل بشكل اكبر فكده هيبقى عندي مرونة. يبقى ايه الفاكترز اللي بتقصل على الديماند? تلاتة. واحد تقارب البدائل. فدي بتبقى برضو علاقة التلاتة علاقة تردية. اتنين الكمية الدخل المنفق على السلعة. تلاتة اللي بيرد على التغير في السعر. كل ما بقى فيه وقت اكبر للرد كل ما المرونة زادت. فبس محتاجة انتو خلاص اهو فهمتو ايه الفاكترز ديت? انا عايتبقوا عارفين بس ايه هي دول. او تقارب البدائل. الدخل اللي مدفوع على السلعة. الوقت اللي التغير في السعر. كل ما يبقى فيه تايم كبير. كل ما يبقى فيه وقت كبير بعد التغير في السعر. كل ما هيبقى استجابة الكمية المطلوبة تبقى اكبر. فهم دول الفاكترز. يبقى احنا كده قلنا من الاول خالص ان احنا عندنا. يعني ايه مرونة بشكل عام? وقلنا المرونة دي نوعين. اللي هي اخدنا اول نوع وهو مرونة الطلب. وقلنا ان هي تلات انواع. مرونة تقاطعية. مرونة الدخل. اخدنا اول حاجة اللي هي مرونة الطلب السعرية اللي هي اخدنا واحد التعريف. اللي هي ان لو الكمية المطلوبة بتتغير نتيجة التغير في سعر السلعة. اخدنا ازاي نحسبها? هي النسبة لما هي للتغير في الكمية المطلوبة على النسبة لما هي للتغير في السعر. وقلنا مثلا لو تلعت بربعة معناها لو السعر زد بواحد الكمية المطلوبة هتقل باربع. او لو سعر زد بعشرة الكمية المطلوبة هتقل باربعين. تلاتة اخدنا ايه هي انواعها? قلنا ان انا معناها الالاستيستي بواحد. التغير في السعر بيساوي التغير في الكمية المطلوبة. اكبر من واحد التغير في كمية اكبر من السعر. اقل من الواحد التغير في السعر اكبر من التغير في مية بيرفكلي اي لاستيك بيكون التغير في الالاستيستي بتكون انفينيتي لو السعر زاد بواحد الكمية المطلوبة حتقل بي انفينيتي البرايز اه بيرفكلي اين الاستيك يعني عاديه من مرونة الالاستيستي اكوال السفر وبيكون منحنى الطلب عمودي. بعد كده قلنا اني المجموع اني الانواع المرونة بتختلف على طول منحنى الطلب فالجزء اللي فوق بيكون الالاستيك الالاستيستي بواحد اللي في النص بيكون متكافئ البرونة الالاستيك الالاستيستي بواحد اللي فوق الالاستيستي الالاستيستي بيكون الالاستيك الالاستيستي اكبر من الواحد في النص متكافئ الالاستيستي بواحد الجزء اللي تحت بيكون الالاستيستي اقل من واحد يبقى من فوق لتحت كده يبقى اكبر من الواحد بتساوي واحد اقل من الواحد متكافئ الملونة وغير بعد كده اخدنا رقم خمسة او العوامل اللي بتأثر على الملونة الطلب السعرية قلنا تلاتة تقارب البدائل او كمية او الدخل المنفق على السلعة الوقت اللي اتبقى او من التغير في السعر والتلاتة لو تغيروا بيأصلوا طردية على الملونة يبقى احنا كده اخدنا ملونة الطلب السعرية تاني نوع بقى من ملونة الطلب هو ملونة الطلب التقاطعية ملونة الطلب التقاطعية هي بتماجر responsiveness of demand for a good to change in the price of a substitute or a compliment good when other things remaining the same يعني ايه ملونة الطلب التقاطعية هي بتقيس مدى استجابة التغير في الكمية المطلوبة نتيجة تغير سعر السلع الاخرى السلع الاخرى دي ممكن تكون substitute سلع بديلة زي قلنا القهوة والشاي او ممكن تكون complement سلعة مكملة زي البنزين والعربيات تمام ازاي بنحسبها احنا قلنا في البسط اللي فوق بيكون النازمة المقوية للتغير في الكمية المطلوبة تحت هو المتغير اللي بيتغير فهنا cross price elasticity او ملونة الطلب التقاطعية في المقام بيكون النسبة المقوية للتغير في سعر سعر مين بقى سعر السلع الاخر اللي هي سعر السلع المكملة او البديلة خلاص يبقى ده تعريف cross elasticity او ملونة الطلب التقاطعية ده القانون بتاعها وبنفس طريقة حساب البلونة ان انا بجيب النسبة المقوية للتغير في الكمية المطلوبة اللي هي عبارة عن التغير في الكمية المطلوبة مقسومة على متوسط الكمية المطلوبة وبجيب النسبة المقوية لتغير في سعر السلع الاخرى ان انا بجيب التغير في سعر السلع الاخرى واقسمها على ايه متوسط اسعار السلع الاخرى هقسم النسبة المقوية للتغير في الكمية على النسبة المقوية للتغير في السعر هيديني المرونة الطلب التقاطعية يبقى على طول فوق الكمية وتحت السعر أو المتغير اللي بيسبب التغير في الكمية سواء السعر في المرونة الطلب السعرية أو سعر السلع الأخرى في المرونة الطلب التقاطعية أو الدخل في مرونة الدخل لو طلعت الإلاستيستي أو المرونة الطلب التقاطعية موجبة أكبر من السف يبقى ده سلعة بديلة لو مرونت الطلب التقطعية تلعد نيجاتف او سالب او اقل من السف يبقى ده سلعة مكملة تمام؟ يبقى أو مرونت الطلب التقطعية ده بتقيس التغير في الكمية المطلوبة نتيجة التغير في سعر السلعة الاخرى سعر السلعة الاخرى ده ممكن تكون سلعة بديلة او مكملة لو مرونت الطلب التقطعية تلعد موجبة او بزدب اكبر من السف يبقى ده سلعة بديلة لو مرونت الطلب التقطعية تلعد سالب او اقل من السف يبقى كده سلعة مكملة تمام؟ الانكم بقى الاستيستي لا الانكم الاستيستي ده بيقيس قلنا فوق الكمية وتحت المتغير اللي بيقول عليه اللي هو الانكم الدخ يبقى بيقيس مدى استجابة او مدى التغير في الكمية المطلوبة نتيجة التغير في الدخل يبقى القانون فوق النسبة المقوية للتغير في الكمية المطلوبة مقصومة على النسبة المقوية للتغير في الدخل اي يعني انكم الدخل لو طلعت مرونت الطلب الدخلية الدخلية يعني الدخل تمام؟ اكبر من الواحد يبقى كده هي نورمال جود سلعة عادية لاني الاعلاقة طردية تمام؟ لو سعر السلعة لو الاس دخل زاد الكمية المطلوبة هتزيد فلو طلع المرونة اكبر من الواحد يبقى سلعة عادية مرنة اقل من الواحد سلعة عادية غير مرنة لكن لو طلعت اصلا مرونة الطلب الدخلية سالبة يبقى دي سلعة ايه انفيرير او راضيقة زي ما شرحناها في الشابتر او في المحاضرة بتاعة الطلب الدمان اني في علاقة عكسية ما بين الدخل وما بين الطلب على السلعة الراضيقة زي مثلا الملابس المستعملة يبقى تاني مرونة الطلب الدخلية لو طلعت موجبة يبقى دي سلعة عادية موجبة اكبر من واحد سلعة عادية مرنة موجبة اقل من الواحد سلعة عادية غير مرنة لكن لو طلعت اقل من الواحد يعني اقل من السفر يعني سالبة يبقى كده سلعة راضيقة تمام يبقى تاني بقى نلخص اللي احنا قلناه كله واحد اخدنا معنا الالستيستي او المرونة قلنا الالستيستي او المرونة بتقيس التغير في الكمية المطلوبة نتيجة تغير أي متغير حيتغير نوع الالاستيستي نوعين الالاستيستي اوف ديماند مرونة الطلب الالاستيستي اوف سبلاي مرونة العرض أول نوع أخدناه وهو مرونة الطلب اللي بيقول الالاستيستي اوف ديماند اللي عندها كان نوع 3 أنواع أول نوع البرائز الالاستيستي اوف ديماند البرائز الالاستيستي اوف ديماند معناها أنه هو بيئيس التغير في الكمية المطلوبة نتيجة التغير في السعر بتاع السلعة وده بيكون علاقة عكسية يعني على طول فيه negative relation يعني لو السعر لزيد الكمية المطلوبة حتقل أخدنا أول حاجة تعريفها تعريف اللي مرونت الطلب السعرية أو الـ price elasticity of demand أني لو السعر أني بيقيس مدى استجابة أو مدى التغير في الكمية المطلوبة نتيجة التغير في السعر أخدنا إزاي نحسبها أني بيبقى البسط هو التغير في الكمية المطلوبة على النسبة المقوية للتغير في السعر النسبة المقوية للتغير في الكمية المطلوبة دي عبارة عن إيه؟ دي عبارة عن التغير في الكمية المطلوبة أني أنا بطرح الكمياتين مقسومة على متوسط الكمية المطلوبة أني أنا بجمع الكمياتين وقسمهم على اتنين النسبة المقوية للتغير في السعر هو عبارة عن التغير في السعر بطرح السعرين مقسومة على متوسط السعر اللي هو مجموع السعرين على عدده جبت النسبة المقاوية للتغير في الكمية المطلوبة والنسبة المقاوية للتغير في السعر أقسمه مع بعض وضرب في المية هيطلع لي المرونة الطلب السعرية لو طلع مرونة الطلب السعرية مثلاً أربعة معناه إن لما السعر يزيد بواحد الكمية المطلوبة هتقل باربعة أو لما السعر يزيد بعشرة الكمية المطلوبة هتقل ب40 هنا المرونة 4 4 يعني اكبر من 1 يبقى نوع المرونة هنا ايه مرن الافتك طالما اكبر من 1 يبقى في مرونة الطلب السعرية اخدنا 1 معناها 2 ازاي نحسبها ونحدد نوعها لما لقناها 4 4 يعني اكبر من 1 تبقى مرنة لقيتها بتساوي 1 يبقى متكافئ المرونة لقيتها نص اقل من الواحد يبقى غير مرن لقيتها بتساوي السفر يبقى perfectly elastic عديم المرونة لقيتها بتساوي ما لا نهاية او infinity تبقى perfectly elastic يبقى لا نهاي المرونة تمام يبقى انا عرفت ازاي احسبها ولما يطلع للرقب اعرف نوعها ايه فاخدنا 1 معناها 2 ازاي نحسبها 3 انواحها قلنا عندنا 5 انواع اول نوع متكافئ مرونة يونة elastic وبتكون التغير في السعر بيساوي التغير في الكمية المطلوبة وبيكون المرونة الطلب السعرية بتساوي الواحد 3 نوع وهو بيكون اللي هو مرن يعني المرونة بتكون اكبر من واحد يعني بيكون التغير في الكمية اكتر من التغير في السعر 3 نوع وبتكون اللي هو غير مرن يعني اقل من الواحد وبيكون التغير في الكمية اقل من التغير في السعر 4 نوع لانهاء المرونة perfectly elastic demand وبيكون التغير فيه لو السعر اتغير الكمية المطلوبة هتتغير بانفينيتي فبيكون المنحنة الطلب بيكون افقي 3 نوع بيكون perfectly elastic عظيم المرونة المرونة بتساوي السفر وده اني لما السعر بيتغير الكمية المطلوبة بيساوي السفر الكمية المطلوبة بتفضل سبتة زي في حالة الادوية وبتكون الالاستيستي او مرونة الطلب السعرية بتساوي السفر بعد كده قلنا اني نوع المرونة بتتغير على طول منحنة الطلب فالجزء اللي فوق بيكون مرن elastic المرونة اكبر من واحد الجزء اللي في النص بيكون unit elastic متكافئ المرونة المرونة بتساوي الواحد الجزء اللي تحتين elastic غير مرن يعني بيكون المرونة اقل من الواحد بعد كده قلنا ان في مجموعة من factors او في مجموعة من العوامل اللي بتأثر على مرونة الطلب السعرية وهما ثلاث عوامل بيأثروا طردي واحد لو في بداية الكتير متقربة اثنين لو نسبة الانفاق مع الدق على الدق نسبة الانفاق من الدخل اللي انا بتفحها على السلعة كبير ثلاثة time المتبقي لو كبير الثلاثة بيأثروا طردي يعني لو الثلاثة زادوا مرونة الطلب السعرية حد زيد يبقى اخدنا في مرونة الطلب السعرية اول نوع اخدنا التعريف ازاي بحسبو الانواع بتاعته الخمس انواع الانواع دي بتتغير على طول منحنة طلب يعني المرونة على طول منحنة طلب مستبتة لكن متغيرة اخر حاجة وهي الفاكترز او العوامل اللي بتأثر على مرونة الطلب السعرية بعد كده دخلنا على تاني نوع من المرونة الطلب وهو الكروس الاستيستي او مرونة الطلب التقاطعية ودي بتقيس التغير في الكمية المطلوبة فوق في المقام بقى التغير في ساعة للسلع الأخرى لو طلعت السلع الأخرى دي يأما سبستيتيوت بدائل يأما كومبليمنت مكملات لو طلع مرونة الطلب التقطعية موجبة يبقى كده دول بدائل لو طلعت سالبة يبقى دول مكملات تمام؟ يبقى كده ده الايه؟ مرونة الطلب التقطعية طيب تالت حاجة اللي هي الانكم إلاستيسي مرونة الطلب الدخلية واللي بتقيس التغير في الكمية المطلوبة نتيجة التغير في الدخل لو طلعت موجبة يبقى أنا كده عندي نورمل جود سلعة عادية الموجبة دي حالتين لو طلعت موجبة وأكبر من الواحد يبقى كده ايه؟ سلعة لو هي موجبة وأكبر من الواحد يبقى سلعة عادية لو هي موجبة وأقل لو هي موجبة ومرونة الطلب الدخلية لو طلعت موجبة يبقى سلعة عادية لو طلعت سالبة يبقى سلعة رضيقة تمام؟ يبقى الكراس الاستيستي أو مرونة الطلب الدخلية لو طلعت موجبة بدائل لو طلعت سالبة مكملات كومبليمنت مرونة الطلب الدخلية طلعت موجبة يبقى سلعة عادية طلعت سالبة سلعة رضيقة وانفيرير جود يبقى كل ده احنا اخدنا ايه لغاية دلوقتي؟ الالستيستي أوف ديماند الالستيستي أوف ديماند أخدناها بالثلاث أنواع بتاعها نشوف بقى الأسئلة اللي عليها أول سؤال بيقول سعر الهامبورجر زاد من اثنين لتلاتة الدرجة اللي هترد أو هتستجيب بيها التغير فيه الكمية نتيجة تغير السعر ده هي ايه؟ هي البيايز الالستيستي أوف ديماند ولا البيايز الالستيستي أوف سابلاي هنا بيقول لي ايه سابلاي لا لانه هو بيقول لي كوانتيتي ديماند فبي لا انكم الالستيستي هو هنا اللي بيقول لي اللي تغير هو سعر السلعة فمش انكم كراس لا لانه هو بيقول لي هنا اللي تغير سعر السلعة نفسه اللي تغير سعر الهامبورجر عايز الكوانتيتي ديماند بتاع الهامبورجر يعني أنا عندي هنا متغيرين الكمية المطلوبة بتاعة الهامبورجر والسلعة بتاعة الهامبورجر فلو الهامبورجر أو البرجر سعره اتغير أنا عايز أو سعره زاد عايز أشوف ماذا استجابة التغير في الكمية المطلوبة لتغير السعر ده تعريف ايه؟ ده تعريف price elasticity of demand أو مرونة الطلب السعرية الاجابة ايه؟ الثاني حاجة بيقول لي the price elasticity of demand is equal to نقط in the nقط divided by nقط من غير ما نشوف الاختيارات هي price elasticity of demand ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن اننا بقسم النسبة المقوية للتغير في الكمية المطلوبة يعني percentage change in the quantity demand مقسومة على النسبة المقوية للتغير في السعر اللي هي percentage change in the price level يعني هنا equal to the percentage change اللي هي علامة النسبة المقوية in the quantity demand divided by percentage change يعني percent in the change في price خلاص يبقى الاجابة c بعد كده if a six percent decrease in the price لو 6% بها price قدت الى 5% زيادة في ال quantity يبقى ال price الاسيستي بكام؟ هو جايب لي هنا النسبة المقوية في السعر وجايب لي النسبة المقوية في الكمية خلاص؟ وإحنا قلنا المرونة الطلب السعرية عبارة عن النسبة المقوية للكمية مقسومة عن النسبة المقوية للسعر النسبة المقوية للكمية بخمسة في المية يعني 0.05 مقسومة على النسبة المقوية للسعر اللي هي 6% يعني 0.06 أقسم 5% على 6% هيديني 83% 0.83 طب هي 0.83 ده نوعها ايه؟ هي أقل من الواحد صح؟ يبقى إن إلى صغير مرة الوراء بيقول لي تاكوبيل ايكيناميست determine that the price elasticity of demand for their tacos is 2 هنا مرونة الطلب السعرية بـ 2 خلاص؟ سو لو السعر زاد بـ 6 يبقى الكوانتيتي ديماند حتقل بقد إيه؟ طيب أنا دلوقتي أنا دلوقتي عندي القانون بتاع المرونة بيقول لي إيه؟ القانون بتاع المرونة بيقول لي إن مرونة الطلب السعرية بتساوي التغير في الكمية المطلوبة اللي هي الكو على التغير في السعر صح؟ المرونة الطلب السعرية هي التغير في الكمية المطلوبة على التغير في السعر هو مديني مرونة الطلب السعرية اللي هي هنا 2 ومديني التغير في السعر اللي هو بـ 6 عايز التغير في الكمية المطلوبة يبقى يبقى التغير في الكمية المطلوبة عبارة عن المرونة مضروبة في السعر يعني 2 في 6 هتساوي 12 يبقى لو السعر لو السعر زاد بـ 6% الكمية المطلوبة هتقل بـ 12% فلو انا عايزة اتأكد اسمت 12 على الـ 6 هيديني 2 المرونة بـ 2 يبقى انا هنا جبت مرونة جبت التغير في الكمية المطلوبة خلاص لان انا بقول ان مرونة الطلب السعرية هي عبارة عن التغير في الكمية المطلوبة مقسومة على التغير النسبة لمقاوية للتغير في السعر النسبة لمقاوية للتغير في الكمية المطلوبة ما هو مديني مرونة الطلب السعرية باتنين ومديني النسبة المقوية للتغير في السعر بستة لو ضربتهم في بعض هيديني الكمية تمام فاعمل المسلس ده هعرف حلة على طول اداني الكمية وما ادانيش السعر برضو يبقى التغير النسبة المقوية في التغير في السعر هي عبارة عن النسبة المقوية للتغير في الكمية مقسومة على المرونة يعني اللي جنبه بعض بضرب لو فوق وتحت يبقى بقسمهم. اوكي? فكده بس علشان ايه? تعرفوا ازاي انا بحسب. السؤال اللي هنا بيقول ليه لو تمام? باتنين. لو مرنت الطلب السعرية باتنين. والبرايز زاد باتنين. يبقى الكوانتيتي حتقل اه طيب هنا حتقل ولا تزيل الكوانتيتي? احنا متفقين طالما يبقى فيه علاقة عكسية ما بين السعر والكمية المطلوبة. فلو السعر زاد يبقى الكمية المطلوبة حتقل. هو مديني المرونة ومديني السعر زي السؤال اللي قابليه على طول. يبقى عايزة اجيب الكمية حضرب المرونة الطلب السعرية في السعر. يعني هضرب اللي اتنين في اتنين فيها الاربعة. وهنا طالما السعر زاد يبقى الكمية المطلوبة حتقل. يبقى هنا الكمية المطلوبة حتقل باربعة في المية. تمام? هو وهنا مديني ملونة الطلب السعرية ومديني السعر. عايزة اجيب الكمية نفس السؤال اللي قابليه. حضرب السعر في الملونة حيديني النسبة لما قوي للتغير في الكمية. فتنين مضروبة في اثنين بأربعة. طب الكمية دي هتقل ولا تزيد بأربعة? على حسب هو هنا السعر حصل له ايه زاد. يبقى الكمية هتقل لاني لعرفي علاقة عكسية ما بين السعر والكمية المطلوبة. سؤال اللي وراه لو الـ price elasticity لو مرونت الطلب السعرية بـ 8 من 10. ده معناه ايه؟ معناه ان لو السعر زاد بـ 1% الكمية المطلوبة هتقل بـ 8 من 10%. تمام؟ يبقى الواحد اهو. لو 1% increase أو rise في السعر لو السعر زاد بـ 1% ده هيقدي لـ 8 من 10% decrease في الكمية المطلوبة. ممكن كمان يجيلكوا في اي حاجة مثلا في اي صح وغلط. ممكن يقول لي ان ايه؟ لو السعر زاد بـ 10% ده هيقلل من الكمية بـ 8% تمام؟ يبقى هنا معنى الـ elasticity. بيقول لي لو الـ demand perfectly in-elastic. معنى perfectly in-elastic يعني ايه؟ عظيم المرونة. يعني ايه عظيم المرونة اللي هو اخر نوع اخدناه. يعني المرونة بالـ 0. يعني الكمية مش بتتغير. يعني التغير في الكمية بـ 0. فـ A بيقول لي shift supply هيقدي no change في الـ price. لا اللي ما بيتغيرش هو الكمية زي في الادوية في حالة الادوية. The good in-question has perfect substitutes. لا غلط. ده في الـ perfect substitutes قلنا زي البسلة مثلا والبامية ده في حالة الـ A لو هي perfectly elastic. C الـ shift في الـ supply هيعمل no change في الـ quantity demand ده الإجابة لاني لما بيعمل shift في الـ supply او supply بيزيد والسعر بيتغير الكمية المطلوبة مش بتتغير التغير في الكمية بـ 0 يبقى الإجابة C. vertical demand curve ده يبقى ايه؟ طالما عندي vertical يبقى ده perfectly in-elastic demand او عظيم المرونة الـ elasticity بـ 0. لو هوريزنتل يبقى perfectly elastic يبقى المرونة infinity يبقى لو vertical يبقى zero elasticity لو هوريزنتل يبقى A infinity الـ elasticity بـ infinity الإجابة B لكن طالما vertical يبقى الإجابة C. السؤال اللي وراء بيقول لي لو الـ demand for a good is perfectly elastic لو الـ demand خلاص perfectly elastic يبقى اللي هو ايه؟ لا نهائي المرونة يبقى price elasticity of demand ومرونة الطلب السعرية هي infinity لا نهائي خلاص والـ demand بيبقى horizontal أفقي زي ما لسه قيلين. بيقول لي لو الـ price elasticity of demand is not influenced by. هي احنا قلنا فيه factors بتأثر على price elasticity اللي هما التلاتة اللي هما مدى تقارب مدى تقارب البدائل وقلنا الـ income اللي أنا بدفعه وقلنا الـ time فمين اللي من الاختيارات دي مش من التلاتة دول number of substitutes ده معينا اللي هو تقارب البدائل proportion of budget أو income ده معينا length of time ده معينا يبقى اخر واحد ده اللي مش معينا اليونة measurement ده هما التلاتة factor A و B و C هما اللي معينا ثمين يبقى احنا كده اخدنا ايه لغاية دلوقتي معنا الاستيستي بشكل عام وان الاستيستي نوعين الاستيستي of demand ودي اخدناها وتكلمنا عنها بأنواح حتى تلاتة سواء مرونة طلب سعرية price elasticity of demand او مرونة طلب تقطعية cross elasticity او مرونة الطلب الدخلية income elasticity ثاني نوع الاستيستي of supply اللي هو مرونة العرض السعرية ناخد بالنا قلنا الاستيستي of demand بيبقى فيه علاقة عكسية ما بين السعر والكمية المطلوبة لو السعر زاد الكمية المطلوبة هتقلة ولو السعر اقل الكمية المطلوبة هتزيد احنا نفس الكلام اللي احنا اخدناه في مرونة الطلب حناخده في مرونة العرض مع اختلاف ان فيه علاقة ارضية ما بين السعر والكمية المعروضة تمام؟ وبدل ما بنقول quantity demand حنقول quantity supply بدل ما بنقول كمية مطلوبة حنقول كمية معروضة اوكي؟ يعني ايه price elasticity of supply؟ او يعني ايه مرونة العرض السعرية؟ لو بصينا هنا لما ال demand زاد السعر زاد بكمية كبيرة زاد من 20-30 زاد بعشرة هنلاقي ان الكمية المعروضة زادت هي كمان بس في 3 بس لو جينا بصينا هنا لما برضو الطلب زاد السعر زاد من 20-21 بواحد لكن الكمية المعروضة زادت بكمية كبيرة من 10-20 زادت بعشرة طب ايه اللي بيحدد التغير او رد التغير في الكمية المعروضة نتيجة التغير في السعر ده هي المرونة المرونة العرض السعرية استجابة التغير في الكمية المعروضة نتيجة التغير في سعر السلعة حسابها بيبقى ازاي؟ بالضبط زي ما قلنا ان فوق في البسط النسبة المقوية للتغير في الكمية المعروضة مقسومة على النسبة المقوية للتغير في السعر برضو ال% change في الكونتبط سابلاي هوا عبارة عن التغير في الكونتبط سابلاي ان انا البترحهم من بعد مقسومة على المتوسط الكونتبط سابلاي اللي هي أه اه 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 المجموع الكونتبط مقسومة على عددهم ونفس الكلام فيه P-C-P أقسم P-C حتلاقي المرونة العرض السعرية ايه هي ال Types أو أنواع مرونة العرض السعرية تالتا يعني عديم المرونة ويتكون بردو المرونة بالسفر ويتكون منحنى العرض بيكون vertical او رأسي وده معناه اني لما السعر بيتغير وواحد الكمية المعروضة مش بتتغير اتنين unit elastic يعني متكافئ المرونة وده بيكون التغير فيه الكمية المعروضة بيسوي التغير في السعر وده بتكون المرونة بواحد تلاتة perfectly elastic لا نهائي المرونة وبتكون منحنة العرض افقي وبيكون المرونة بلا ما لا نهية يبقى عندي دلوقتي مرونة العرض السعرية معناها بتقيس مدى استجابة او مدى التغير في الكمية المعروضة نتيجة تغير في السعر وبيكون في علاقة افضية ما بين السعر والكمية المعروضة بعد كده ازاي بنحسبها هي النسبة المقوية للتغير في الكمية المعروضة عن النسبة المقوية للتغير في السعر تلاتة ايه انوحها تلاتة واحد ان انا بيرفكلي ان الاستيك عديم المرونة اللي بيكون الاستيسي او المرونة بتساوي الصف وبيكون منحنة العرض رأسي وبيكون فيها ان لو السعر تغير مفيش تغير في الكمية المعروضة اتنين يونت الاستيك وبيكون متكافئ المرونة يعني مرونة العرض بتساوي الواحد رقم تلاتة بيرفكلي الاستيك يعني لا نيائي المرونة وبيكون منحنة العرض بيكون هوريزونتل او بيكون افوكي ايه هي برضو الفاكترز بقى اللي بتأثر او العوامل اللي بتأثر على مرونة العرض السعرية اتنين واحد برضو لو انا عندي بدايل كتيرة ده بيزود مرونة العرض اتنين التايم فريم يعني ايه التايم فريم ان كل ما الوقت بيزيد كل ما المرونة بتزيد عشان كده المومنتري سابلاي يعني دلوقتي حالا لو السعر زاد حالا هل انا حيبقى كمنتج قادر ان انا ازود على طول الكمية المطلوبة لا فبتكون مفيش استجابة للكمية المطلوبة فالمومنتري سابلاي بيبقى بيرفكلي الاستيك بيكون عاديم المرونة لان الكمية انا ما بقدرش يعني لسه دلوقتي حالا السعر زاد فانا مش حقدر انتج دلوقتي حالا فما فيش استجابة للكمية فحالا او مومنتري بيكون عاديم المرونة بيرفكلي الاستيك في الشورت تيرم او في الاجل القصير اهو حبتدي انتج شوية فبيتزيد الاستيست شوية وبيكون الاستيك في اللونج رون بقى يعني في الاجل الطويل يعني فات وقت طويل بيبقى زا موست الاستيك يعني الالاستيستي بتزيد يبقى كل ما الطايم بيزيد كل ما مرونة العرض السعرية بتزيد عشان كده المومنتري حالا بتكون بيرفكلي الاستيك مفيش الاستيستي عاديين مرونة في الشورت رون الالاستيستي بتزيد شوية في اللونج رون بيكون موست الاستيك يبقى الفاكترز اللي بتأثر على السابلاي اتنين واحد السابستيتيوشن اتنين التايم يبقى نعيد تاني من الاول خالص كده نرجع مع بعض اللي احنا اخدناه من الاول خالص اول حاجة اخدناها يعني ايه الاستيستي او يعني ايه مرونة قلنا المرونة زي ما بتقيس ايه التغير في الكمية التغير في الكمية ده ايه مدى استجابة التغير في الكمية لتغير في ايه متغير تاني يعني لما ايه متغير بيتغير الكمية بترد على التغير ده بقد ايه هل بترد عليه وتتغير بشكل كبير فيبقى فيه مرونة ولا تتغير بشكل قليل فيبقى مفيش مرونة هو ده اللي بتقول هولي المرونة الالةستيستي نوعين الالةستيستي الوف ديماند مرونة الطلب الالةستيستي في صابلاي مرونة العرض الالةستيستي اوف ديماند او مرونة الطلب دي ثلاثة انواع اول نوع الروح ال mug اللي هي مرونة الطلب السعدية ودي معناها اول حاجة معناها هو بتقيس مدى استجابة او responsiveness of the change in the quantity demand دي بتقيس مدى استجابة التغير في الكمية المطلوبة نتيجة التغير في السعر ودي على طول بتكون سالبة لاني في علاقة عكسية ما بين السعر والكمية المطلوب لو السعر زاد الكمية المطلوبة هتقل ولو السعر أقل الكمية المطلوبة هتزيد بعد كده طيب ازاي بحسبها عبارة عن التغير في النسبة المقوية للتغير في الكمية المطلوبة عن نسبة المقاوية للتغير في السعر. يعني لو السعر يعني ايه بقسها ازاي برضو? يعني النسبة المقاوية للتغير في الكمية المطلوبة دي عبارة عن التغير في الكمية المطلوبة اللي هي بطرح الكميتين مقسومة على المتوسط الكمية المطلوبة اللي هي عبارة عن مجموعة الكميتين على اتنين. بعد كده بجيب النسبة المقاوية للتغير في السعر اللي هو التغير في السعر. تمام? اللي انا بطرح الاتنين سعر بقسمهم على متوسط السعر بجمع السعرين على 2 جبت النسبة المقوية للتغير في الكمية المطلوبة والنسبة المقوية للتغير في السعر أقسمهم على بعض ضربهم في 100 حيجيب لي المرونة لو تلعت مثلا المرونة ب2 ب2 معناه لو السعر زاد ب1 الكمية المطلوبة حتقل ب2 أو لو السعر زاد ب10 الكمية المطلوبة حتقل ب20 تمام؟ طالما 2 يعني أكبر من 1 أكبر من 1 يعني الاستيك مالد بعد كده أخذنا طب إيه هي أنواع مرونة الطلب السعرية؟ خمسة واحد يونت إلاستيك متكافئ المرونة معناه أن التغير في الكمية المطلوبة بتساوي التغير في السعر يعني المرونة بتساوي الواحد اتنين إلاستيك يعني ملن يعني التغير في الكمية المطلوبة أعلى من التغير في السعر وبتكون المرونة أكبر من 1 تلاتة إلاستيك غير ملن ومعناها التغير في الكمية المطلوبة بتكون أقل من التغير في السعر والمرونة بتكون اقل من الواحد اربعة بيرفكلي إيلاستيك يعني لانهائي المرونة يعني لما الصعر بيتغير المرونة بتتغير بشكل انفنتي وبيكون منحنى الطلب بيكون اوفوكي هورزنتل اربعة بيرفكلي عديم المرونة بسفر يعني لما السعر بيتغير المرونة الكمية المطلوبة مش بتتغير خالص وبيكون منحنة العرض رأسي او vertical بعد كده اخدنا طيب اني الانواع بتاعت المرونة دي بتتغير على طول منحنة الطلب يعني على طول منحنة الطلب المرونة مستبتة لا لو فوق بيكون المرونة مرن بيكون elastic ال elastic اكبر من واحد في النص بيكون المرونة بتساوي الواحد يعني متكافئ المرونة unit elastic تحت بيكون المرونة اقل من الواحد يعني ان elastic غير مرن بعد كده اخدنا ان في مجموعة من العوامل اللي بتأثر على مرونة الطلب السعرية وهما تلاتة واحد الصبستيتيوتس او البدائل اتنين الانكم اللي بندفعو تلاتة ال time frame كل ما التلاتة دول زادوا كل ما مرونة الطلب السعرية حتزيد بعد كده اتكلمنا بقى عن تاني نوع اللي هو مرونة الطلب التقاطعية ودي بتقيس مدى استجابة او رد فعل التغير في الكمية المطلوبة نتيجة تغير ايه سعر السلع الاخرى يعني فوق النسبة المقاوية للتغير في الكمية المطلوبة وتحت النسبة المقاوية للتغير في سعر السلع الاخرى سعر السلع الاخرى دي يا شباب بيكون نوعين يأما سلع بدائل سبستيتيوت او سلع مكملة كومبيليمنت لو طلعت مرونة الطلب التقطعية دي موجبة يبقى السلع دي بدائل لو طلعت مرونة الطلب التقطعية دي سالبة يبقى السلع دي مكملات كومبيليمنت بعد كده مرونة الطلب الداخلية دي بتقيس التغير في الكمية المطلوبة نتيجة التغير في الدخل لو طلعت مرونة الطلب الداخلية موجبة يبقى دول نور مرجود او سلع عادية لو طلعت مرونة الطلبة الدخلية سالبة يبقى دي inferior good أو سلع رضيق بعد كده أخدنا مرونة العرض السعرية ودي بتقيس التغير في بتقيس استجابة التغير في الكمية المعروضة نتيجة التغير في السعر وبتكون موجبة يعني لو السعر زائد الكمية المعروضة هتزيد السعر أقل الكمية المعروضة هتقل مرونة العرض السعرية بتتحسب ازاي؟ برضو النسبة المقوية للتغير في الكمية المعروضة على النسبة المقوية للتغير في السعر وبنفس طريقة الحساب بعد كده قلنا طيب ايه الانواع بتاعتها الثلاثة؟ جونة الاسطيك متكافئ المرونة يعني التغير في الكمية المعروضة بتسوي التغير في السعر perfectly elastic يعني لا نهاء المرونة يعني لو السعر تغير الكمية المعروضة هتتغير بمنها لا نهاية أو infinity perfectly in elastic وده عديم المرونة وده بيكون طبعا المنحنة العرض الرأسي وده بيكون الاسطيس تي بتسوي السفر يعني لو السعر تغير الكمية المعروضة مش هتتغير بعد كده اخيب احنا كده في مرونة العرض السعرية اخدنا معناها ازاي بنحسبها ايه انواحها تلاتة طب ايه هي الفاكتورز اللي بتقصى على مرونة العرض السعرية اتنين واحد البدائل اتنين ال time كل ما بيزيده بتزيد مرونة العرض يعني لو المومنتري يعني لحظيا يعني الوقت ده اقل حاجة يبقى perfectly in elastic يبقى عديم المرونة في الشورت ران الوقت زاد شوية يبقى ال الستيستي قد زيد شوية في اللونج ران الوقت زاد جدا يبقى حيبقى المست elastic او المرونة زيادة جدا وده كده ملخص بقى ايه اللي احنا اخدناه هنحل بقى نشوف دلوقتي برضو الاسئلة على الجزء بتاع السبلاي علشان نبقى كمان حلينا على السبلاي اول سؤال بيقول لي price elasticity of supply tends to pay smaller in long run قلنا لقى كل ما الوقت بيزيد الاستيستي بتزيد ففي اللونج ران ال الستيستي اعلى حاجة في الشورت ران اقل شوية في المومنتري لحظيا عديم المرونة فsmaller in short run than in long run هي دي الاجابة الصح اللي في الشورت ران في الاجل القصير بيكون المرونة اقل من الاجل الطوي تاني سؤال لو price زاد بخمسة في المية والالستيستي خمسة يبقى ال quantity supply قد ايه احنا قلنا نرسم بقى المسلس بتاعنا تمام وقادي اهو هنا الالستيستي of supply وفوق التغير في الكيو اس وتحت التغير في السعر فهو مديني ان السعر زاد بخمسة في المية والالستيستي او المرونة بخمسة عايز التغير في الكمية يبقى حضرب المرونة في السعر خمسة في خمسة وعشرين طب حتزيد ولا تقل هو هنا السعر زاد ودي عرض ان السعر والكمية علاقة ترضية في حالة العرض صح فطالما السعر زاد بخمسة في المية يبقى الكمية حتزيد بخمسة وعشرين في المية تمام السؤال اللي وراء بيقول لي لو المرونة العرض بتساوي المرونة يعني الالستيستي بواحد متكفئ المرونة يعني واحد ازاي الكمية المعروضة هتتغير استجابة لي خمسة وعشرين في المية زيادة في السعر طب واحدة واحدة هو هنا مرونة العرض السعرية يونت الالستيك متكفئ المرونة يونت الالستيك يعني الالستيستي بواحد يعني التغير في السعر بيساوي التغير في الكمية هنا السعر زاد بخمسة وعشرين في المية يعني الكمية المعروضة هتزيد هي كمان بخمسة وعشرين في المية يعني الكوانتيتي سابلايت هتزيد بخمسة وعشرين في المية طب لو بدل الكوانتيتي سابلايت دي قال لي كوانتيتي ديماندد لو قال لي كوانتيتي ديماندد انا عارف اني في علاقة عكسية ما بين السعر والكمية المطلوبة يبقى حقوله اني ديكري الكوانتيتي ديماندد ديكريز دباي خمسة وعشرين في المية يونة الستيك يعني الالستيس بواحد يعني التغير في الكمية بيساوي التغير في السعر هنا بيقولي ايه اللي هيحصل في الكوانتيتي سابلاي لو السعر زاد ب25% صح؟ ظلما يونة الستيك يعني السعر زاد ب25 السعر تغير ب25 يعني الكمية حتتغير ب25 هي كمان طب هتزيد ولا تقل؟ هو هنا السعر ازيد. لو تقلي الكمية المعروضة يبقى ما بين السعر و كمية المعروضة علاقة ارضية. يعني لو السعر زات ب 25 يبقى كونتية سبلي تزيد ب 25. لو قل يكمية مطلوبة لا ده في علاقة عكسية ما بين السعر و كمية مطلوبة. يقل ب 25 يبقى كونتية دي ماندد ده كريز ب 25. تمام؟ السؤال اللي وراه بيقول لي لو السعر زادت ب4% والقوانتيتي سابلاي تزادت ب2% الالاستيستي بكام الالاستيستي حقسم التغير في الكمية على التغير في السعر يعني 2 على 4 فيها 2% على 4% فيها نصف اللي هو 0.5 2% يعني 0.02 على 4% 0.04 هتديني الالاستيستي او المرونة العرض السعرية بنص 0.5 يعني اين رحها طالما نص يعني اقل من الواحد طالما اقل من الواحد يبقى اين الاستيك غير مالين لو طلعت بواحد متكافئ المرونة يونت الاستيك طلعت اكبر من واحد طلعت باثنين مثلا يبقى الاستيك مالين طلعت اقل من الواحد اللي هو زي النص يبقى اين الاستيك غير مالين طلعت بتساوي ما لنهاية بيرفكلي ايلاستيك لنهاية المرونة طلعت بتساوي السفر بيرفكلي اين الاستيك عديم المرونة بيقولي لو 3% زيادة في السعر قدى لعشرة في المية يبقى الديماند هنا اي نوعه طيب انا دلوقتي التغير في السعر كلاتة والتغير في الكمية عشرة يبقى مين اكتر العشرة اكبر من الثلاثة يعني التغير في الكيو الكوانتيتي اعلى من التغير في ايه في السعر يبقى كده يبقى الاستيك الاستيك اكبر من واحد تقامانيا البرفكلي الاستيك سابلاي بيرفكلي الاستيك سابلاي يعني الاستيك بمالة نهاية لما بيكون منحن العرض افكي هوريزنتل لكن لو برفت ليين الالاستيك سابلاي يعني الالاستيستي بصفرة عديم المرونة بيكون منحن العرض رأسي السؤال اللي وراه بيقول لي كل ده بيأثر احنا اخدنا تلاتة فاكتر السبستيتيوشن البدائل والتايم فريم والفاكتر اللي هو الانكم احنا كل ما بزود دفع على كل ما بصرف دخل على السلعة معناه السلعة مهمة فالنساستيوشن البدائل ده برضو من الفاكتر فالاجابة اولو في ذا باف ار كرابت لو كل الحاجة سابتة لو البيئيز امتا البيئيز امتا مرور انت الطلب السعرية بتكون مور الاستيك لو انا دفعت يعني بدفع بصرف على البروريكت دي عشان اشتريها الانكم كتير اه صح لو انا دفعت عليها قليل لأ لما البيئيز لو لأ لما بيبقى ما بيش سابستيوشن لأ احنا قلنا لو في سابستيوشن كتير بتزود الالاستيستي لكما في سابستيوشن الاستيستي قليلة بي بصرف عليها قليل ده برضو الاستيستي قليلة يبقى ايه لان احنا قلنا اخدنا ان انا عندي تلات عوامل بتأثر على الاستيستي واحد العامل الاول هو السابستيوشن كل ما بقى عندي بدائل كتير كل ما زودت الالاستيستي اتنين كل ما كانت السلعة الضرورية بالنسبة لي وصالفت عليها انكم كتير كل ما زادت الالاستيستي تلاتة كل ما التايم فريم زاد كل ما زادت الالاستيستي فهنا ايه بيقولي كل ما بصرف على السلعة كتير حيديني مور الالاستيك ديماند كور يبقى اللي احنا اتكلمنا عليه النهاردة لغاية دلوقتي ايه هي الالاستيستي اوف ديماند اخدنا انواع الالاستيستي اوف ديماند ان انا عندي برايس الالاستيستي اوف ديماند وكروس الالاستيستي اوف ديماند وانكم الالاستيستي اوف ديماند فكل واحدة اخدنا الديفنيشن بتاعها واخدنا ازاي بنحسبها وايه انواعها وبعد كده اخدنا الالاستيستي او سابلاي ايه معناها ازاي بنحسبها ايه الطايبس وايه الفاكترز اللي بتأثر عليها يبقى احنا كده اتكلمنا على حاجة حاجة فيهم ايه في كل دولة طيب حطيت كده شوية امبورتنت نوتس بحيث ان احنا نعمل على الحاجات اللي احنا قلناها من الاول ما اتكلمنا نهارده اول حاجة اخدنا الالاستيستي قلنا الالاستيستي الالاستيستي او المرونة بتقيس مدى استجابة متغير لنتيجة تغير متغير اخر ده معنى المرونة او الالاستيستي الاجزاء الخاصة بالالاستيستي وفي ديمان تعريف مرونة الطلب اخدنا ان الالاستيستي او ديماند ده بيحسب الربونسفنس للتشينج في الكوانتيتي ديماند بيحسب مدى استجابة التغير في الكمية المطلوبة نتيجة التغير في السعر دي مرونة الطلب السعرية كمان مرونة الطلب السعرية هي بتحسب حجم التغير او النسبة المقاوية في الكوانتيتي ديماند التغير في النسبة المقاوية للكمية المطلوبة مقسومة على النسبة المقاوية للتغير في السعر خدنا كمان ان البيحسب الاستيستي او ديماند لو هي بواحد واربعة من عشرة ده معناه ان واحد برسنت زيادة في البيحسب حيقدي انه يقلل الكوانتيتي ديماند بواحد واربعة لو اتكلمنا على ازاي بنحسب بقى الاستيستي او ديماند بيقول لي لو البيحسب الاستيستي او ديماند بثلاثة من مية او بوينت او ثلاثة ده معناه اني عشرة برسنت زيادة في السعر حيقدي الى اني الكوانتيتي ديماند ده هتقل بتلاثة من عشرة هو هنا بيقول لي عشرة برسنت زيادة فحقس من تلاثة من مية دي في عشرة يعني تلاثة من عشرة يبقى ده معناه اني this value means a 10% increase in the price level will lead to decrease the quantity by 0.3 اتنين 20% increase in the quantity demand 20% زيادة في الكمية المطلوبة result from 10% decline in its price يبقى ال price الاستيستي بكام لو انا دلوقت الكمية المطلوبة زادت بـ 20% والسعر قل بعشرة في المية يبقى الاستيستي بكام التغير في الكمية عالتغير في السعر عشين على عشرة فيها الاتنين يبقى مرونة الطلب السعرية بـ 2 معناه انه هو الاستيستي لاني الاستيستي هنا مورزن 1 اكبر من الواحد لو قال لي 5% زيادة في الكمية و 10% قال لي في السعر يبقى الاستيستي بكام الخمسة على عشرة فيها النص هنا نص يعني اقل من الواحد يبقى هنا in elastic demand يعني المرونة الطلب السعرية غير ما لانا in elastic لاني الاستيستي اقل من 1 بنص بيقول لي لو الـ price قل بـ 3% نتيجة لكده الـ quantity demand الكمية المطلوبة زادت بـ 12% يبقى الاستيستي بكام الكمية 12 والسعر 3 يبقى 12 على 3 فيها 4 يبقى الاستيستي بـ 4 يبقى هنا اكبر من 1 الاغتك بيقول لي استخدم average price والـ average quantity عشان تحسب الـ price elasticity of demand دعا احسب الايه مرونة الطلب السعرية لو السعر زاد من 8 لـ 10 وكمية قلت من 20 لـ 15 انا عارف اني مرونة الطلب او price elasticity of demand بتساوي % change للـ quantity demand على % change في الـ price هجيب اول حاجة % change في الـ quantity demand اللي هي عبارة عن التغير في الـ quantity demand ان انا بطرح الكميتين من بعد انا عندي الكمية عشرين وخمستاشر يبقى عشرين نقص خمستاشر بخمسة تاني حاجة هجيب متوسط الكمية المطلوبة quantity demand average ان انا بجمع الكميتين واقسمهم على الـ 2 يعني عشرين زائد خمستاشر على الـ 2 فيها سبعتاشر ونص يبقى انا % change في الـ quantity demand عبارة عن التغير في الكمية المطلوبة اللي change في الـ QD اللي هي الخمسة على متوسط الكمية المطلوبة اللي سبعتاشر ونص نفس الكلام مع الـ price price اتغير من 8 لـ 10 هجيب التغير في السعر 10 من 8 بـ 2 واجيب متوسط السعر طلع بالـ 9 اللي هو 10 زائد 8 على 2 فيها 9 هقسم الـ 2 على 9 هيديني 0.22 يبقى ده التغير في النسبة المقوية للتغير في السعر يبقى النسبة المقوية لا التغير في السعر والnie이 بالتغير في السعر حقسم ان النسبة المقوية للتغير في السعر ونصب المقوية للتغير في السعر 문제 ي LEASTIC في الإلبابrin 0.285 على 0.22 ستساوي 1.29 فالnie знач boa 1 يبقى E lasting يبقى ده هنا هزبت الـ elasticity of them دام لو اتكلمت بقى على بيقول لي لو لو السعر زيت بخمسة في المية نتج عنه ان الكمية المطلوبة قلت بتسعة في المية تمام هو مين هنا اكبر التسعة ولا الخمسة التسعة يعني التغير في الكمية اكبر من التغير في السعر يبقى ده على طول مين الاستيك لو اتغيرت بكمية اقل من التغير في السعر يبقى كده على طول ان الاستيك طالما التغير في السعر اعلى من الكمية او الكمية اقل من السعر يبقى ان الاستيك غير مين لو الالاستيستي ما بين 0 و1 يبقى انا كده هنا ان الاستيك يعني الالاستيستي اكبر من 0 واقل من الواحد يبقى انا هنا ان الاستيك طالما اقل من الواحد إن إلاستيك. لو إن إلاستيك ده معناه إن البرايس إلاستيستي أقل من الواحد. يبقى إن إلاستيك يعني الإلاستيستي ما بين سفر وواحد أو أقل من الواحد. لو 20% زاد في البرايس لو السعر زاد بعشرين في المية. والكوانتيتي ديماند أقلت بعشرة في المية. خلاص يعني الكمية اتغيرت بعشرة. والسعر تغير بعشرين. يعني التغير في الكمية أقل من التغير في السعر يعني إن إلاستيك. يعني لو أسمت عشر على عشرين هيطلع بنص يعني هو أقل من الواحد يبقى إن إلاستيك. لو البرايس إلاستيستي إن إلاستيك غير مارين. ده معناه إيه؟ معناه إن الزيادة في السعر أكبر من النقصان في الكمية. التغير في السعر بيكون أكتر من الكمية. يبقى إن إلاستيك معناه إن الإلاستيستي ما بين سفر وواحد. يعني هي اقل من الواحد يعني التغير في السعر بيكون اكبر من التغير في الكمية او التغير في الكمية اقل من التغير في السعر. بيقولي لو الكونسيومر انسانستيف يعني مش بيستجيب انه هو يغير في الكمية لما البيتر يتغير. ده معناه ان انا عندي ان الاستيك ديماند كورف او مورنط الطلب السعرية غير مارنة. انسانستيف يعني مش بيستجيب للتغير في السعر. يعني الكمية المطلوبة مش بتستجيب اوي للتغير في السعر. فده معناه انه هو ان الاستيك. بيقولي او السعر زاد. والقوانتيتي ديماند فضلت ما تغيرتش. ده معناه ايه? معناه ان انا فاكرين لما انا قلت في حالة او في حالة اللايف ستايل دراجز اللي هي الادوية. ان مهما السعر تغير الكمية انا بفضل اشتري علبة الدواء بس اللي انا محتاجها. الكمية سابتة مش بتتغير. وبيكون المنحنه بتاع العرض او الطلب بيكون فيرتيكال. فبيكون بيرفكتل ايه الاستيك. لو الديماند الاستيك ده معناه اني البرايس. التغير في بيكون اعلى من التغيير فيه الكمية. قلنا لو هو الاستيك بيكون الاستيك اكبر من الواحد. قلنا لما بيكون يونة الاستيك او متكافئ المرونة بيكون التغير في الكمية المطلوبة بتساوي الساعة التغير في الساعة لكن لو less يبقى in elastic لو more يبقى in elastic يبقى equal unit elastic متكافئ less than يعني اقل من يبقى in elastic غير more than اكبر من يبقى in elastic لما price elasticity بزيرو ده معناه اني perfectly in elastic demand يعني هو vertical لو price elasticity infinity يعني perfectly elastic demand يعني بيكون horizontal كمان اتكلمنا عن types of elasticity of supply قلنا لو supply curve vertical ده معناه ان انا عندي perfectly in elastic supply curve لكن لو supply curve horizontal يبقى انا عندي perfectly elastic supply curve لو بيقولي elasticity of bentings زي بتاعت بيكاسو هل لو انا بيكاسو هل لو سعرها دلوقتي سعرها زاد هل هتترسم واحدة تانية لا دي حاجات بتتعامل حاجة واحدة بيكاسو مش هيجي وهيتسم واحدة تانية خلاص هي العرض بتاعها سابت مهما السعر تغير العرض سابت يبقى ده ايه يبقى ده perfectly in elastic وبيكون vertical مهما العرض مهما السعر تغير العرض سابت في حالة البنتنجز زي بتاعت مثلا بيكاسو او الحاجات اللي هي الحاجات اليونيك او الفريدة من نوعها اللي مش هتتعمل تاني مهما السعر تغير الكمية منها ثابتة وده زي البنتنجز زي مثلا بيكاسو لوحة بيكاسو او روحة الموناليزا او كده ما ينفعش ان احنا نعمل منها تاني فهي العرض منها ثابت الكمية ثابتة مهما كان السعر تغير فبيكون perfectly in elastic يعني الدماء supply curve بيكون vertical لو supply curve infinity ده معناه ان انا perfectly elastic supply curve وبيكون horizontal وبيكون وبهذا نكون قد انتهينا من المحاضرة الخامسة في مقرر introduction to economics والتي كانت بعنوان elasticity المرونة واراكم في حلقة النقاش على خير ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته